موسيقى أهلا وسهلا فيكم متابعين في حلقة جديدة من أكاديمية تود الأكاديمية أكاديمية التي تعودتها فيها وصفات نكات وتقنيات جديدة وأكيد مع ضيف جديد السلام عليكم معكم أثمان درشود حابة أشارك في برنامجة أدمية الشيفود وأتعلم معها طريقة الطاجن المغربي طاجن مغربي ومن ما يحب النكات المغربية؟ نرحب بضيفنا عثمان طاجن مغربي، نكات مغربية، لماذا اخترت الطاجن؟ كم زمان أعيش أجواء الطاجن المغربي؟ وأجرب شلون يتسوى بتفاصيلة؟ بس أنت يمكن ما عندك خبر؟ ليس عندك خبر يعني يمكن ما عندك هذه المعلومة أن الطاجن يختلف باختلاف مدن المغرب ويختلف باختلاف المكونات والبهارات ما عندك خلفي هذا الموضوع هذا؟ أهم شيء يتاكل طاجن؟ أهم شيء أجرب الطاجن عاد الطاجن حقنا اليوم فيه لنكهات يعني ومذاقات والنكهات كلها هنأخذها من أنا مستعجلة قلكم المكونات؟ مش راك نقول لهم المكونات؟ مكونات طاجن الدجاج بالبطاطس والزيتون دجاج رضوة كامل بصلتين ثلاثة فصوص ثوم ثلاثة بطاطس نصف كوب زيتون أخضر ربع كوب مخلل الليمون ملعقة كبيرة باقدونس مفروم ملعقة كبيرة كزبرة مفروم ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة زنجبيل بودرة ملعقة كبيرة كوركم ملعقة صغيرة فلفل أسود وزيت زيتون وربع كوب موية قبل ما نبدأ وصفتنا حلو غير أني راح أكرفك بالتقطيع أنا مو أكرفك أبغى أتحدك أنا أكرفك يعني عشان أبغى أكتشف مهاراتك ومنها تتعلم طبعاً بس خليني أسألك أسألك أبهارات يقولوها أهل المغرب وقلي إياها بالسعودي ما هي؟ البزار البزار البزار؟ أجل فلفل أسود صح صح؟ صح خرقم كركم معدنوس معدنوس هذه اسمها زعفراع ممكن؟ هوم البهار بعد؟ لا معدنوس بكدونس أيوة فيها راحت من بالي طيب قزبر قزبرة بعد ما يبيلها تفكير تحميرة تحميرة من اسمها بطاطس؟ لا تحميرة من هنا؟ لا ما هي موجودة هنا تحميرة؟ تحميرة فيها حار فيها فلفل؟ فلفل أحمر فلفل أحمر طيب أيش كمان؟ سكن سكن جبير ما يبيل عشان، ما يبيل حتى تفكير سنجبيل طيب استنى كمان ايش 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 تذكر يويد تذكر يويد هذا اللي ذكره الحين إذا تذكرت في الحلقة رح أقول لك طيب ما شاء الله عليه جاوب صح الحين نختبرك في ترم ترم ترين ترين نا 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 كنت مرة أدي أخذ تجربة الطبخ في أكاديمية ود وكنت متحمس مرة مرة أني أجرب الطاجن وأتعلم كيف طريقة أني أسويه وما كنت أتوقع أبدا أني يتم اختياري في البرنامج بس ما حطلبك تقطعها صغار زي الضيوف الثانيين حطلب منك تقطعها حلقات أجب 셋 ليس أنا the one that eu amazing أنا the one? أحيانا أexabes رحكم يجب الله يخليك أحتاجك تقطعهم شرائح طوال لازم الفنتين أحتاجك تقطعهم حلقات ضروري فنتين يعني عثمان أنا أول ما شفته صراحة كان علامة استفهام ما كنت عارفة أبغى أختبر شوية بغطيلة مهمة واحدة عشان أعرفه شاطر ولا ما هو شاطر إحنا الطاج نحقنا ما شاء الله كبير يحتاج حتى شكلي بزيد لك الثالثة هذا اللي ما حسبنا يا أبوي أنت جاي هنا ليه هما تتعلم هو ذا طيب إشبهك زعلان يعني هو بديت التعلم من البصل طيب على بالما أنت تقطع البصل أنا راح أسوي شيء من راسي زي ما هو في معجون الثوم مع الزنجبيل عند الهنود خاطري أسوي معجون مغربي هذا المعجون سأسميه معجون الثوم مع مخلل الليمون اللي راح أتبل فيها الدجاج حلو خليني أسوي قطع قطع أنت أبلش إيه بلش طيب عن إذنك ترى شايف يعني ما يبدين أغش لا 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 أهدى 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 يعني اشتغل هنا ملازم كذا وأنت مرفوعة يدك تقدر تشتغل هنا أأمن لك تمام طيب أنا هنا هو يقطع البصل حلقات وأنا هنا أحضر الثوم و الليمون المخلل خليني أخذ نفس مرق الليمون نفس مويتها عثمان عندما قلت لك أجيب لي القطاعة وجابها وحطها قدامي لا يبوي أنت اللي راح تقطع حسيت انصدم فبس إنه شوية جاوب وشوية حسيت تتوتر بس بعدين سلك حاول إنها تكون حلقة كاملة تمام قبل تاني حاول لو سمحت كلها تكون نفس المستوى أوكي اللي هذي هذي لحظة لحظة هذي نحيفة ومدرأة وهذي ومدرأة 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 لا يضحك أنت هنا في مدرسة تعليمية هذي 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 واحدة تكفي لا تكفي حاول إنك تجيد هذي ركز ركز اللي تقريباً كل حلقة أنا أستخدمها هذي حلاتها بدون كهرباء بعد؟ ايه هذي بالشحن كذس بعد والله كرعشيل همتكم أنا أنا ما أحب البصل عشان الريحة اللي في اليد هذه إش قلت؟ أقول ما أحب البصل عشان الريحة اللي تقعد في اليد طيب عن إذنك بقول معلومة في في محلات المواعين شيء معدني على شكل صابونة تحت الموية تقعد تفرق فيها يدك لنما تروح منك ريحة البصل والثوم بعد مو بس البصل عجل الحين أقدر قطع لومي دايم يا سلام يا سلام لازم نرجع الحلقة داع يدي باي أنا واضح من السكين أنا مرة يعني شايفة أصبعك بسم الله رحمن رحين الآن خلصنا من معجون الثوم بالليمون المخلل نجي الوش حلقاتي حلقاتي خليها على الجن حنستخدمها طيب بالمرة بالمرة لو سمحت قشرها بالمرة قشرها بس لا تقشرها هنا هنا طيب وأبغاك تقطعها وتجز ما أعلمك ما أعلمك أي ما أعلمك بطاطس أي بطاطس أو قطعها وتجز قشرها وأنا سأعلمك أول مرة ما أعلمك ما أعلمك أنا أعلمك كلمة إنجليزية والجز يعني أعلمك كلمة إنجليزية قشرها أنا اليوم سأستخدم دجاج رضوة سأستخدم دجاجة كاملة ما راح أقطعها أنتوا تبوا تقطعوها قطعوها تركيز تركيز لأنه بالذات دجاج رضوة بغض النظر أنه هو سبونسور لبرنامجي أنا كثير أحب هالدجاج لأني تربيت عليه في بيت الوالد الله يرحمه وحتى بعد ما تزوجت مستحيل أدخل في بيتي إلا رضوة لا تقولون أنه هو سبونسور عندي لا 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 بغض النظر أنه هو سبونسور أنا ما أدخل بيتي إلا دجاج رضوة لأني أعرف أنه نظيف ولأني أعرف أنه متغذي نباتياً بيعرف رضوة ولأن شوفوا نفس أكياس الدجاج كيف مسحوب منها الهواء ومحكمة الإغلاق يعني الناس اللي تتابعني على السوشال ميديا تعرف هالشيء من غير إعلانات من غير أي شيء أنا أعشق الدجاج رضوة اليوم ما رح أقطعها وأكيد في حلقات ثانية راح أوريكم كيف تنقص غير منتجاتهم الثانية الأشياء المبردة الأشياء المتبلة والمفرزنة لسه لسه جايينكم بوصفات الحين راح أفتح الدجاج وراح أتبلهم بس قبل ما أتبلهم خليني أوخر هالأشياء وأجهز أحط الأشياء اللي راح أتبل فيها الدجاج راح أحط من معجون الثوم في الليمون المخلل أو مخلل الليمون طيب وراح أحط زيت الزيتون وراح أحط بكدونس أنت قشر وركز معي في نفس الوقت أنا تقريبا خلصت فشو؟ مهمة هذا؟ لا، لو سمحت من أعمل عال لا، لا، باقي، فلا تقن هذاني خلاص باقي شط لا، وفيها أشوف نواحي ونحط بس قعدها بس قعدها طيب، حطينا معجون الثوم مع مخلل الليمون زيت زيتون بكدونس وكزبرة وراح أحط بودرة الزنجبيل بودرة الكركم مركز معي فترح أسمع لك وفلفل أسود وملح تمام؟ أعيد أي عيد كمون زنجبيل زعفران وكركم أيوة زعفران زنجبيل لم أعطيت زعفران يعني أنت باقي ما أعطيت بس هو موجود أيوة، بس ما أعطيته في هذه الوصفة كل الموجود ما عادة زعفران لا، أنا كده أزعل أنت جاي عشان تتعلم قلت لك قشر وركز معي طيب، أعيدها حطيت زيت زيتون وحطيت فلفل أسود كوركم بودرة الزنجبيل ملح ومعجون الثوم مع الليمون الليمون نعم، نعم، آآ النقطة هذة اللي أنا سويتها معجون الثوم مع الليمون مخلل مو لازم، بس تقدر تكتفوه بالإإيش؟ بالثوم بالثوم لو تكلمنا عن المغرب لها طواجن فما بالك المغرب العربي كله في طواجن كثير بالدجاج باللحوم بالسيفود حتى أهل المغرب يستخدمون الفواكه بالطواجن عثمان هل الدجاج يتغسل؟ هنغسله؟ أتوقعي لا عشان ما يفقد أتوقع يفقد وشه؟ ما أدري هذه الكلمة اللي بقولها بس ما عاد بدري استكبرتها أحس انك جاي حافظ عشان ما يفقد يفقد وشه؟ لا يعني إنه لا يفقد أنه لا يوجد وأنه فيها يوجد حسب ايه اكيد طيب الدجاج – المبرد – لي الجاreated لأن حنا إذا فقدت تفقد، سنبعد نفقد شراء البكتيريا ways to observe اليrah Two병 تأثر في أنفس الدجاجة أو مكان الذي يفقه pan المكان الذي يفقه 간다고 طيب ولو توفه من الضغاء،かيف سيتبححدث؟ تستوي ممكن أنت تغسلها بماء ولا تغسلها بنار أنت إذا غسلت الدجاج وفي ناس يغسلونها كمان بخل وليمون أنتوا كذا راح تخلوا طعم ونكة الزنخ تظهر تقعي لما تظهر لو ما غسلتها لو ما تبغوا الدجاج يطلع على زنخ لا تغسلونه أبدا وكمان طريقة الطبخ يعتمد على الزنخ اللي موجود بالدجاج يعني كل ما عرضنا الدجاج لصدمة من الحرارة العالية ما حيطلع الزنخ طبعا تفرق إذا إحنا طبخناه بالفرن أو على البان أو 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 ولكن الدجاج المبرد ما يتغسل وإذا حطيته الخل والليمون راح تزنخوه بلس متى نغسل الدجاج إذا كان مفرزا مو مفرزا يوم ولا يوم إذا فرزا لشهر وشهرين ثلاثة شهور لا هنا غسل الدجاج ولا تغسلوه بخل وليمون طيب ود شلون نسلق الدجاج عشان ليزنخ معنا شلون خذوا الدجاجة وسلقوها بموية ما هي حارة مغلية موية على درجة حرارة الغرفة ليش؟ أول شي الدجاجة تكون باردة وإذا أنا صبيت الموية الحارة عليها هنا الأنسجة العضلية اللي موجودة بالدجاج راح تشد معانا وراح تكسع وأنا إذا حطيت موية على درجة حرارة الغرفة راح أسمح للموية والدجاج تتدرج في الحرارة في الدجاجة نفسها راح تتدرج بالحرارة مع الموية راح تشد الأنسجة؟ لا راح تريح الأنسجة العضلية في وقت من خطوات الطاجن كنت مسرح ما كنت تيم الشرح حقها فما كنت متوقع أنها تصيدني عن نقطة هذه قامت كأنها تسمع لي تقول لي ويش كنت أقول قبل شوي؟ فقامت تعيد لي مرة مرتين ثلاث لأن استوعبت الطريقة بالضبط أرجع عيد؟ نخش بالبطاطس نخش بالبطاطس نخش بالبطاطس نحن نتبل الدجاج مرة جيدة حتى من جوه نحن لما نتبلها نحن نتبلها من ثلاثة إلى أربعة ساعات بالثلاجة عشان تمسك نكة التتبيلة مرة أحب اللون الأصبر في الطبخ لون الكركم نكة الكركم أنا متحمس لتتبيلتك مرة حسنا نحن نتبلها أو تبلناها ونضعها بالثلاجة في هذا الوقت نحن نشيل كل شيء قدامنا وأسوي الرز لكن قبل هذا كله أنا لم أردت قطعت البطاطس أنا أريد أن أعرف الوجز كيف تفعلها؟ طيب أغسل يدي تقطيع الوجز بسم الله الرحمن الرحيم أقطعها واحدة وأنت أكمل أتقصها من النص تمام؟ تقطعها لثلاثة أجزاء لكن كيف ستقطعها؟ نرى تميلها كذا هذا الوجز ليس العادي اللي تجيك طويلة لا تجيك بالشكل نعم هذا اسمه وجز أهم نتاخذ هذه أخذها من النص تمام؟ يعني ما يصير شكلها مستطيل يصير فيها زي الزاوية بالضبط أحسنت فيه مقارنة بعد ما سولي أمين بكمل أنا؟ لا أيوة أيوة أنت رح تقطعها بس أنا شايفة عشان لاصق عليها قشر خلينا نرسل إليها ايه ضلمتيني لا ما ضلمتك لا لا ضلمتيني لا 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 كاميرا كاميرا يقول أن أنا ضلمت بالله قربوا قربوا شوفوا القشر لسه موجود هذا مو قشر هذا من نفس البطاطس يمكن فوق هناك صح 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 ما قشر زين طيب يلا لو سمحت قطع زين أكون أنا إش سويت؟ هذا بخلي طبعا يتتبل في الثلاجة أكون أنا سويت الرز كاميرا أسطل عندك أي أسئلة؟ أه لازم أسئل نفس الشكل اللي قصيتي لا لا اسأل أسئلة في الطبخة انت بتتعلم شي؟ شو؟ هي نفسها بس انه نحتاج انها تكون اكبر يعني انت شفت انا لما قطعتها بالنص النص الوحدة ثلاث اجزاء طيب تمام تدري ابي اركز على وانتي تسوي انتبه اصبعك طيب ابي اركز وانتي تسوي ان الرز تدري اني ما اعرف اسوي رز ابدا طب خليني اقولك انتبغت تسوي رز طبعا رز لها طرب كثيرة وانواع كثيرة انا اعشق رز المزة البسمتي انت انا طبعا بالعين صورت اعرف وافهم طيب مثلا لكل كوب من رز البسمة المزة كم كوب موية كوبين كوبين يعني الضاعف يعني الكوب ال كوب رز كوبين موية بس متى لما يكون هو منقوع يكون الرز نفسا نقع من قبل انا الان تقريبا لي كم لي ساعة نقعت تقريبا ليش انا نقع الرز عشان تسرع لي فيه عملية الطبخ ما ياخذ وقت ما ياخذ وقت طيب احط ملح طبعا فيه ناس يحبوا يكشنوا يحطوا زيت يكشنون بصل وفيه ناس تكشن ثوم ويحطون الرز ويحمسون الرز معها انا احب اسلقها على طول بالموية بس بشكل عام تعلمت من الحلقة اشياء كثير بس من ابرزها وكنت جدا احتاج ان اتعلمها من في مجال الطبخ اللي هو الرز خذيت كذا نصيحة من ناحة البهارات ما قصرت الشيف ابدا الشيف ود كانت اليوم من ناحية الطبخ ومن ناحية الروح ما قصرت ابدا ابدا واستفدت اشياء كفير كنت اجهلها عثمان خلاص كل شي عندي هنا جاهز عشان نبدأ نسوي الطاجن بس قبل 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 الرز تقريبا عندي صار جاهز راح اقفل عليه وراح احط الزعفران طبعا الزعفران انا ناقعتها زيش بزيت موية كأنه زيت كده يعني انا كتابة يعني لا 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 مو كست كده موية ها شوف تكت والله موية لا انت مره 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 بس حلو انك تسأل لا اسأل ابغاك تتعلم انا مره احب نكهة الزعفران خاصة اذا نحط في الطواجن في بعض الطواجن ينحط الزعفران لسه لسه جايتكم بوصفات ويفرق اذا اضطيه بدون الماء بدون ما تنقينه في الماء لا افضل لكي نتوزع ممكن لكي نتوزع طبعا شوية عندي معلمات عادي تتعلم شوفوا نفس اللي انا تبلت في الدجاج راح ارجع احطها بالبطاطس يس الوجز الوجز خلينا اشوف كيف قطعتهم زين نتباد يعني كاول مره برافو ونضع بودرة الزنجبيل حين تسمى بودرة لان هي نفسها الزنجبيل او مستخلصة من الزنجبيل لان فيه فرش فانا اقول بودرة عشان الناس تعرف تفرق بها الفرش اللي يجيك مو مطحون ولا مجفف ولا شيء اي انت لازم توضح اي شيء تسويه لازم توضح لان فيه منه مثل ما انت قلت مجفف وفيه منه فرش طيب ونحط زين زيتون البس قلافز عشان في عندي سمول وفي عندي لارج اي و هذا اللارج ورح احط من بقدونس والكذبرة والله لي هناك قلبها قلبها زين رح احط كمان من معجون الثوم مع الليمون الصوص هذا الاهم اي هذا ابتكاري يلا نحرك عليهم وانا هنا ابدأ اطبخ عندي طاجن وعلى فكرة في السيف قلوري عندهم انواع من الطواجن كثير حلوة وحابة اقول معلومة ايش فايدة الفتحة اللي موجودة هنا في الطاجن لا لا في المغرب لما يضعون الطاجن بالفرن يضعون هنا ماء عشان لما يدخلوا الفرن وتجب في الماء يعرفوا ان اللي جوه خلاص دن على زي مقياس حرارة بالضبط بالتبخر بالتبخر طيب نشغل نضع زيت زيت نضع من معجون الثوم مع الليمون مخلى للليمون مخلى الليمون هذه الخلطة السرية السرية الواضحة الودية العبقرية العبقرية الودية طيب نضع فين 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 لسه فيه فيه أجزاء معمو شاكة اتقن 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 عملك طيب بس خليهم كده تطلع ريحتهم يسخنون زين تمام خلاص شفت كيف الرز ترى ما أخذ وقت في الطبخ مر فتوا بسرعة عشان خمرتي ايش خمرتي نقعت هو عجين عشان أخ لا 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 متى تقول هذه الكلمة عشان خمرتي إذا كان عجين بس هذا الرز أنا نقعتها أمك هتشوف الحلقة أكيد انت تدخل مع الوالدة كفير بالمطبخ ولا مالك الصراحة لا بس بإذن الله بعد اللي تعلمت من الحلقة في أمور كنت أنا أتحاشى الدخول سبت البصل بس عشين عرفت الطريقة منك ما قصرتي الرز ما نقدر أقول لهم أنا بأسوي رز عشان تتعلم أكثر وأكثر أحضر كل الحلقات بإذن الله على فكرة ترى وراء الكواليس قبل ما نبدأ تصوير قال لي ترى تفرشت على كل الحلقات اللي صورتيها كذا حلقة محبيت التفاصيل كلها طب كويس احتمال ها كله لا قطع لي ياها بعد ايه المرة أخضر ولا لون ثاني لا أنا زعلت من جد من جد أنا زعلت كيف تقول أنك أنت تحضر الحلقات وما سمعت شرحي في الحلقات عن الألوان ايه شبير الصديق أكون جايع ومركز بالأكل والخلطات ذي الأمور فضحتك ما دلم اللي فضحني ولا أنه أنت قاعد تشوف وتسوي سكب 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 لا لا في الأكد شي ثاني لا لا ما ممكن أن أسكب مقاطع ثاني لكن في الأكل لا 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 أنا أغرّك أن ينحيف لا في الأكل شي ثاني هو يمكن شوي شوي يعني ينسى القطاع الخضراء للخضروات والورقيات القطاع الصفراء للدجاج القطاع الحمراء لللحوم القطاع البني لللحوم المطبوخة للستيك أي لحوم مطبوخ سواء استيك مسلوق سواء دجاج القطاع البيضة القطاع البيضة البصل البيضة تمزح أنت تمزح أجبان أيها أجيين يعني كده مخبوزات مخبوزة أي وأيش أجبان أي أجبان العجيم مع الأجبان أم الخبز مع الأجبان هذه البيضة القطاع البيضة تقدر تقطع فيها أجبان وتقدر تستخدمها لتقطيع الخبز كل أنواع المخبوزات أسمى سمى لا ما أجامل بس أنه الحلقة اللي مرة ركزت عليها هي حلقة طلال وهو ما استخدم إلا قطاعة وحدة اللي حق تايش الخضروات عشان كده ما لاحظت إن فيه تعدد ألوان من كل قطاع وقطاعة وكل واحدة لها غرضها أقطع؟ لا أي قطع طيب قطع الله ليهينك بالنص الليمونة بالنص تمام؟ أنا هنا خلاص عندي الثوم مع الليمون ريحتها مرت جنن رح أحط البطاطس الريحة النفس 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 طيب طيب بس بالنص ها بس أشوف تأكد أي كده تمام انت بيدك وأحط الزيتون ملعقة احساس حلو صح؟ جدا رح أحط كمان أعطني ملعقة صغيرة الزيتون أحط البهارات بس مرة قليلا لأنه موجود و الفلف الأسود والملح من اليوم قد فكر زيتون على لليل بس حضمناها الآن أحط فالنهاية أضع باكدونس كذبرة والحين أستأذنك تجيب لي الدجاج من فلاجة هو نفس الدجاج اللي سويناها حق وما تبرنا فلاجة بحين بنحط طيب أعطيني إياها بلبس بلاز ولا أنسى الليمون ذكرني فيها هذا وهذا أضع في النهاية أعطيني الليمون سيطر اليوم استخدمت الطاجان فقط أنتم تستطيعون في صينية ونصف والجود من الموجود نفس الشيء آخر شيء باكدونس كذبرة طيب نقطة كثير مهمة لما نجي نحط الموية الموية بس نحط شيء بسيط أنا ذاكرة وكاتبت لكم المكونات اتبعوا الوصفة بالمقادير ليش نحط موية شوي؟ ترطيب تقريباً لكي لا تجف لأن الدجاجة البصي البطاطس الليمون الزيتون كل هذه ستطلع موية موية هي كفاية أنها تطبخ الدجاج بس أنا راح أزيد بس شيء بسيط خلاص الحين راح أدخلها الفرن ونخليها تقريباً ساعة وخلاص نقدم الطبق هنأكل هنأكل اليوم أنا سويت وصفة من وصفات عديدة للطاجن الزيتون و البطاطس نفس الوصفة اليوم بس سويت شيء لا يمكنني ذلك من رأسي بس أنا أكد أهل المغرب يحبوها الذي هو معجون ثوم مع مخلل الليمون بسم الله بسم الله بسم الله يبغى العضلات يبغى العضلات بسم الله بسم الله بسم الله استنى 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 أنا أقفل الفرن الأول وأنت تمسك كحار أتجيب الفئ عندك؟ بسم الله واو ما رأيك؟ المغرفة أين؟ المغرفة أستنى؟ أتبهتها كلها على طول؟ بس الريحة جننن ارتحت رأينا ارتحت عشان تقطيعك هنا عشان تقطيعك هنا حسني أنجزت بعد الريحة اللي شميتها وانت أنجزت وعشان أنجزت ثواني شيف ود الأمانة تحاول قد ما تقدر أنها تزرع في ضيفها نقطة أنه ما يطلع إلا هو فاهم هو جاي عشان إيش فما شاء الله ما قصرت معي اليوم قاعدة تحاول قد ما تقدر تدخل معلومة براسي أني قبل أن أمشي أكون فاهم إيش الصنف اللي جاي أسوي معاه أنا والحمد لله مرة استفدت فايدة ما كنت توقع أني في التجربة هذه راح أستفيدها عثمان يا عثمان هذه شهادة رمزية عشان تحس نفسك أنك دخلت أكاديمية وتعلمت صح؟ أتعلمت؟ أتعلمت أقدر أقوم برز العين أقدر بس شكرا لحضورك ولسه كمان عندك جائزة و هدية مقدمة من السيف غالري قزمة شرائية قيمتها ألف ريال ما شاء الله تتهنى فيها و كالعادة عندما يأتيني شاب ما أقول له؟ لا تأخذها أعطيها للوالدة عد الأمهات يحبون أغراض السيف غالري دلت القهوة والترمز والفنة والخوف تقول ترى الألف ما كفت وقتها أنت تأخذ الوالدة؟ أكيد ما يبيلها عد أنت شايف هنا الأغراض لا أقصر الله الله يخليك و نعطيك العافية المهم الواحد ممكن يبدأ و يبدأ سواء في تقديم الصحون لكل الوصفات بس بالذات الهولد صعب أنك أنت ممكن تبدأ فيه لو إحنا فصلنا الدجاج خلينا كل قطعة الوحدة لقد كان ممكن أن نبتكر برزنتيشن بس أنا اليوم حبيت أسوي الوصفة التقليدية بالهولد تشيكن بالدجاج الكامل بس أنتظر من ما أبلش؟ أبلش أنا عن نفسي أبلش بالمرق خذ خذ ملسا الملعقة نظيفة خذ من البطاطس خذ من البصل الزيتون اليوم عيني بالليمون أي جربة جربة مرة كثير حلو جربة 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 مرة كثير حلو ما قصرت لا في التقطيع ولا في الأكل أعطوني شهادة شكر وتقدير حلقتنا اليوم كانت كثير متميزة أكيد مع عثمان ومع وصفتنا اللي كلها نكهات مغربية نوعدكم في وصفات وحلقات وتكنيكات في حلقات جاية أبي آية قبل أن نختم الحلقة أحب أشكر أكاديمية ويد والسيف غالري على القسيمة الشرائية هذه يما ترى ما راح أعطيك إياها لين نشوفينها الحلقة بعطيك إياها وفوقها بعد وبوزة راس ترجمة نانسي قنقر